اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل اول حالة قائمة بجدر القردة لرجل وافد قادم من الخارج هذا وتم فورا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفق بروتوكولات الفحص والعزل والعلاج وتتبع اثر المخالطين واكدت وزارة الصحة انها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدر القردة منذ الاعلان عن تسجيل اول حالة في عدد من الدول وذلك للحفاظ على الصحة العامة مشيرة الى حرصها على مواصلة التقصي الوبائي للحد من فرص انتشار جدر القردة حفاظا على السلامة العامة للمجتمع مشددة على استعدادها للتعامل مع المستجدات في هذا الشأن واتخذها الاجراءات الاحترازية اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها محليا وعالميا ومواصلة التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والاقليمية بهذا الخصوص